ما حكم الكتب التي تباع فيها أدعية مخصصة للطواف والسعي في كل شوق لا بأس بذلك إذا كانت هذه الكتب الأدعية التي فيها مما ورد في الكتاب والسنة أو ما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس بذلك لكن كون الإنسان يدعو هو بنفسه بما تيسر له ولا يصطحب هذه الكتب أحسن أما إذا كان ما يحسن الدعاء ولا يحسن الذكر وهذه الكتب ليس فيها شيء محذور شرعاء فلا بأس بذلك لكن بشرط أن لا يرفع صوته يشوش على الناس يشوش على الطائفين نعم كما يقع من بعض الطائفين تشويش ورفع الأصوات والإزعاج هذه عبادة العبادة مطلوب فيها الخشوع مطلوب فيها السكينة والهدوء وعدم الإزعاج وعدم التشويش ترجمة نانسي قنقر